موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييك تحية المحبة والنعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة ما زلنا في نفس السلسلة أحقا قال الله وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن العلم الحديث والكتاب المقدس هل في أي تعارض هل في أي تقارب رح نعرف عن هذا الموضوع بعد قليل قبل ما أقدم الضيف عاوز أقرأ أيتين اللي تكررت ولسيما في الحلقة اللي سبقت عن نفس الموضوع أحقا قال الله شفنا من الخليقة أنه الأزمنة كيف تبتدأ بالخليقة وبتنتهي في المجيء الثاني وفي عبارة كررت أنه الله خلقنا والله افتدانا في سفر الرؤية مكتوب في صحاح أربعة رؤية أربعة وآية 11 أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء لاحظ الكلام وهي بإرادتك كائنة وخلقت في صحاح خمسة على طول بقول وهم مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة لاحظ في الأيتين الله خلقنا وأن كل الخليقة كائنة في إرادة الله وفيه يقوم الكل وهون نشوف أن الله اشترانا أي افتدانا من كل شعب من كل أمة من كل قبيلة يعني من كل الألسنة بترجعنا لسفر التكوين قبل أن أقدم الضيف أنا إذا عندكم أي تساؤلات أو أي استفسارات من فضلكم فيكم تتواصلوا معنا عن طريق السوشال ميديا وممكن تشاهدوا هذه الحلقة أيضا فيسبوك لايف سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أجله من أجل حياته المكرسة هو مش بس يعني متخصص في هذه العلوم ولكن الأهم هو رجل الله بحب الرب كتير وبسميه أنا المدافع عن الحق المسيحي الدكتور ناجي اسكندر ومثل ما قدمته يعني بتشوفو كمان على الصفحة زميل الكلية الملكية للجرحين بإنجلترا وعلى فكرة هو مش يعني بيتكلم من فراغ ولا عدم يعني شيء بيحبه خلاص عمله لا دا ترك خدمة وشغل ومربح جراح اشتغل أكتر من خمس وعشرين سنة في هذه المهنة لكن تركها بس عشان يكرس كل حياته من أجل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أحقا قال الله أهلا وسهلا دكتور ناجي احنا مبسطين أنك أنت معنا أهلا يا أستيس نزار أنا سعيد جدا أن أكون معاكم في الحلقات المميزة دي اللي بنتكلم فيها عن صدق كلمة الله وأساس الإيمان المسيحي دكتور ناجي انت طبعا كمان عامل كتاب اللي أنا طبعا بنصح كل شخص يقرأ هذا الكتاب الخليقة تحت المجهر وكتير من الحديث اللي احنا بنتكلمه موجود كمان في الكتاب ولكن احنا بنحاول نغطي كزي مذاق لكن إذا انت عاوز توك للوجب الكاملي أنا بشدد وبنصحك أنك تقرأ كلمة الله احنا حكينا كتير طبعا في الحلقة اللي مضت تكلمت عن السيفن سيز خلاص صارت الكلمة يعني دخلت جوا اللي هي الأزمنة وكيف الله بيتعامل ومن بدء الخليقة الخليقة الكاملة للسقوط لمجيء المسيح ثانية وذكرت أنه كل شيء مرتبط في بعض وأنه السفر التكوين أنه هو أساسات الإيمان المسيحي مرة تانية ليه بتعتقد هذا الشيء؟ لأنه لو شلنا سيرفر التكوين من الكتاب المقدس إلا هيحظل مش هيبع عندنا فكرة إزاي الخليقة تمت مش هيبع عندنا فكرة عن الله الخالق مش هيكون عندنا فكرة عن الخلق المتميز للإنسان مش هيكون عندنا فكرة عن السقوط عن طفان النوح اللي أثر على طبقات الأرض والحفريات مش هنقدر نفهم العالم اللي احنا عايشين فيه لو ما عندناش هذا السجل الدقيق الصادق اللي سجلوا الوحي في سفر التكوين مش بسيك يعني كله مرتبط في موضوع الخلاص بالزبط كده يعني ما فيك تنكر شيء أو على حساب شيء تاني بالزبط كده لأن لو أنكرنا أنه ما فيش آدم يبقى مالوش ابن يبقى مالوش إبراهيم مالوش داود ومن ناس لداود جاءت السيدة العزراء مريم فمعنى كده لو أنكرنا آدم بنهد كل هذا الهرم مرة واحدة وده اللي بيحاول طبعا أنت بتتكلم عن مجيء المسيح كابن الإنسان بالزبط كده المجيء الأول عشان يكون الفادي عشان يكون حمل الله الذي يرفع خطية العالم وكان لازم أنه يأخذ جسد هيأتلي جسدا عشان يقدم ذبيحة كاملة على الصليب وبموته وقيمته يعطينا حياة جديدة في نقطة يعني دائما لما نتكلم عن الكتاب المقدس وعن برهين الكتاب المقدس دائما بيواجهونا بفكرة أنتوا يعني مش ماشيين حسب العلم الصحيح وكأنه بعيرونا في هذا الموضوع أننا متشددين أو متشددين لفكرة الكتاب المقدس فالسؤال هو بكل بساطة نجد سؤال كبير بس محتاج أن ننقسمه لعدة أنواع هو موضوع الحلقة العلم الحديث طبعا والكتاب المقدس هل هناك أي تعارض؟ ده سؤال هام جدا يا أسيس نزار وعايزين ناخد وقت ونشرحه بالتفصيل عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إيه هو العلم وبعدين نعرف إيه هو الكتاب المقدس وبعدين نشوف إذا كان فيه تناقض ولا لا يوجد تناقض طيب يلا معناته نبتدف في التعريف الأول ما هو العلم العلم معناه المعرفة وفيه نوعين من العلم العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وده كلنا بنتفق عليه وفيه علم اسمه علم الأصول العلم التاريخي اللي هي حاجات حصلت في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر وساعتها بعتمد على نقطة البداية ونشوف أني فيه نقطتين للبداية هشرح الكلام ده بالتفصيل في خطوات متتالية عايز بس في الأول أقول أن الكتاب المقدس بيشجعنا أن إحنا نسأل فالرسول بوليس بيقول في رسالته لتسالونيكي امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن فإحنا عايزين نمتحن كل النظريات العلمية الموجودة ونفهم أنها افتراضات وليها مشاكل علمية لأن اللي بيتقدم في المدرسة أن دي الحق والحق المطلق لا ده فيها أضايا علمية فيها مشاكل فإحنا عايزين نمتحن كل شيء ونتمسك بالحق بعد إذنك دكتور أنا عارف بديش أقطع حمل فكرك لا أبدا أبدا بس يعني لأما ذكرت في آية في رسالة بولوس إلى تيموثاوس الصحاح السادس وآية عشرين بقوله يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الإسم يعني بقوله إعرض مات يعني الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان وهذا اللي أنت بتتكلم عنه بالضبط لأن كل الحاجات دي بتتقدم لنا على أساس أنها حقائق لكن لما نيجي ندرسها بالتفصيل نلاقي أن فيها مشاكل علمية غير محلولة وزاغوا عن الإيمان وزاغوا عن الإيمان لأنها بتعتمد على أنهم بيحاولوا يفسروا الحياة والعالم بدون وجود الله ده الاند بوينت بتاعتهم أنها نفسر الحياة بتفاعلات كيموية تفاعلات كيموية ما تديش حياة فده خلاص كل الموضوع ينهار بس فيه تفصيلات طبعا هنتكلم فيها تفضل عشان كده الصورة اللي قدامنا دي صورة إزاي الواحد بيفكر وربنا خلق عقلنا وعيزنا نستخدمه في حياة الإيمان فبيقول أنك تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك نعم فإحنا مش بنحط مخينا برا الباب لما نيجي نتعامل مع الكتاب المقدس إحنا مخينا جزء مهم جدا الله عايز يستخدمه وإحنا بنقرأ الكلمة المقدسة نعم وده شيء عايزين نركز عليه إحنا مش ضد العلم ومش ضد تشغيل المخ ومش ضد الأسئلة إحنا نرحب بكل ده بالعكس لازم بالضبط ومن غيرها مش هنفهم حاجة في قناعة يعني في إيمان قلبي ولكن في إعلان بالضبط جهار لأن أنت مقتنع عقليا ولكن مؤمن قلبيا بالتأكيد والاثنين مطلوبين نعم ما ينفعش يكون إيماني إيمان هلامي كده مالوش أساسات بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله فالإيمان وسيلة فهم نعم فلازم أفهم وده اللي بنشجع الناس أو المشاهدين الأحباء أنهم يساعدون في الحلقات دي بالمتابعة عايز أحط الصورة دي هي عبارة عن الخمس حواس اللي عندنا اللي بيها بنعرف الأشياء الحواس دولة مهمين جدا فهو النظر والسمع والشم واللمس والتزوق أي حاجة تقع خارج الحواس الخمسة ما أقدرش أدركها لازم أحاول استنتجها تمام الحواس الخمسة دي بتودريني العالم المادي الله روح فهو خارج العالم المادي فييجي يقولولي ما أقدرش أثبت ربنا في المعمل أقول له ربنا روح مش هتنفذ في المعمل تمام ده مش قصور في ربنا ده قصور في المعمل إنه عنده بس الخمس حواس دول وما يقدرش يطلع براهم الحاجة التانية إن حتى الحواس الخمسة طبعا أنا باحترمهم جدا وهمين جدا لكنهم محدودين فمثلا السمع إحنا بنسمع في موجة معينة لو قلت الموجة دي قوي ما بسمعش لو زادت قوي ما بسمعش لكن فيه صوت حاصل عشان كامل عندنا الألترا ساوند في ساوند وألترا ساوند الألترا ساوند ده ممكن أحول له الموجات وأشوف بيها الجنين واستخدمه في الطب الطرق كتير جدا طبعا تتكلم أنت كطبيب طبعا دي حاجات بنعملها بنعملها كنا باستمرار فاللي عايز أقوله إن الحواس الخمسة مهمة جدا 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 لكن لازم نفهم عنها حاجة إنها محدودة يعني النظر أقدر أشوف لمسافة معينة لكن فيه مسافة بعد كده ما أشوفهاش الترابيزة دي مش هقدر أشوف كل الجزائقات اللي موجودة عليها مش معنى كأنها مش موجودة بس أنا محتاج تيليسكوب ميكروسكوب عشان أشوف التفصيلات اللي على الإزاز ده تمام فاللي عايز أقوله إن إحنا بنقول نستخدم مخينا طبعا بس لما المخ يصل لمرحلة وما يقدرش يكمل بعديها مش هصير أقول لا مدام مش قادر أشوفه بعيني يبقى مش موجود لا جيب الجهاز المظبوط جيب التليسكوب جيب الميكروسكوب وبص هتلاقي وده دور الإيمان طبعا مش كل شي أنا لا أقدر أن أفهمه معناته لازم أنكره بالزبط في كتير حاجات ما أفهمش أسرار الكون الفسيح بالزبط أو بلاش أنت كطبيب يعني كل أجزاء الجسد وكيف المخ بيشتغل والنفس والروح وكل هاي في الجسد الواحد طبعا لسه بنتعلمها فوق إدراكنا بالزبط وبعدين مش معنى أن أنا مش فاهم أن أنا مش همارس حياة الإيمان عايز أقول في مثال كده وأنا بركب الطيارة مبارح عشان أجي هنا قلت أنا معرفش الميكانيكس بتاعت الطيارة وما كشفتش على الشهادات بتاعت الطيار وما عرفتش زي الهايدروليكس بتشتغل لكن كان عندي إيماني أن أركب الطيارة وعارف أنها سليمة فمش لازم لا تصل للمكان بالزبط كده فأنا مش لازم أفهم كل حاجة عشان أمارس الإيمان الإيمان أن أنا ركبت جوة الطيارة بثقة لأنني عارف أنها تكون مزبوطة المهم نرجع تاني للتعريف اللي قدامنا فيه نوعين من العلم زي قلنا كلمة العلم معناها معلومات أو knowledge معرفة فيه العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وده ثابت وتحت نفس الظروف بطلع نفس النتائج وده ينطبق على كندا ينطبق على أنجلترا ينطبق على أي حتة في العالم ده ما فيش أي خلاف عليه وده مش ممكن أعمله إلا زي كان فيه قوانين سبتة بتتكرر باستمرار وعشان يبقى فيه قانون لازم يبقى فيه شخص بيعطي هذا القانون فده يتماشى مع الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن الله الخالق فيه بقى علم الأصول اللي هو العلم التاريخي ده اللي عندنا اختلاف كبير فيه يعني إما أبدأ بكلمة الله يعني إما أبدأ بإني المادة هي كل شيء وهنشوف الفرق ده أثناء محادثنا مع بعض فالعلم التجريبي زي ما احنا شايفين على الصورة هو اللي بيعمل لي الطيارة وبيعرفني على الDNA وبيعمل لي كل المنتجات العظيمة اللي احنا بنتمتع بها وعلى فكرة فيه قادة علماء كتار جدا كان عندهم الإيمان المسيحي بالله الخالق عشان كده قدروا يكتشفوا إزاي القوانين دي بتشتغل فالعلم التجريبي بيوريني القوانين دي إزاي بتشتغل بس أنا مش بحطها ده القانون موجود يعني القانون الجاذبية موجود لكن أنا بشوف إزاي بيشتغل تمام فالعلم التجريبي ده بيوريني سر الكون اللي الله عمله بس العلم التجريبي ما بيعملش الكون الكون لازم يكون موجود وليه قوانينه عشان أقدر أعرفها فالتعريف بقى الرسمي بتاع العلم التشغيلي ده هو اسلوب علمي باستخدام تجارب يمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار يعني حاجة أقدر أشوفها وكررها تحت نفس الظروف يديني نفس النتائج فلو جمعت هيدروجين وأكسوجين اتنين هيدروجين واحد أكسوجين هيطلعوا لي جزء المية لو عملت التجربة دي في أي حتة في العالم تحت نفس الظروف هتطلع نفس النتيجة ده لا خلاف بينه وبين الكتاب المقدس بالمرة بالعكس أنا بقدر أعمل العلم التشغيلي ده لأنه فيه واحد وضع القوانين تمام لكن علم الأصول بقى هو ده نقطة الخلاف الكبيرة ولازم نفهمه يعني إيه علم الأصول هو علم التاريخي حاجات حصلت في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر فبحاول أستنتج إيه اللي حصل عارف زي إيه زي ما يكون فيه حدثة مثلا واحدة قتل فييجوا بتوع الناس العلم الجنائي يبصوا ويقولك طيب أنا لقيت رصاصة موجودة أنا رقيت كاس سم أنا لقيت واحد كاتب أنا بنتحر مثلا فيبتدي يجمع السورة اللي حصلت ومش يقدر يكرر القتل عشان يعرف مين القاتل هو لازم يحاول يشوف الظروف المحيطة ويستنتج منها إيه اللي حصل في الماضي الأدلة الأدلة بس الأدلة دي ممكن تكون فيها حاجات نقصة بمعنى أنه ممكن بعد ما يحكموا على واحد إنه هو القاتل بعدها بعشر سنين مثلا يكتشفوا أنه الديناي بتاعه كان مختلف وأنه فيه واحد تاني قاتل وما تحكمش عليه ما ساكش بالضبط فالعلم التاريخي بقى بيبص على حاجات حصلت في الماضي بحاول يفهمها فالخليقة دي حصلت في الماضي ما بتحصلش كل يوم دلوقتي الخليقة اللي الله عملها خليقة كاملة والله خلى التناسلات تحصل داخل كل مجموعة العلم بقى بتاع الناس الملحدين بيقولك لا إحنا بدينا من تفاعلات كيموية دي حاجة برضو حصلت في الماضي ما يقدرش يكررها في الحاضر فهو اسلوب جنائي يعني إيه هحط التعريف في الشاشة قدامنا هو اسلوب قانوني أو تاريخي بيستخدم شهادة شهود عيان لو موجودين بس لازم يكونوا صادقين وإحنا على فكرة عندنا شاهد عيان هو الله الخالق أكيد اللي شرح لنا ولازم نفهم هذا لكن العلم ده العلم الأصول استخدام شهادة شهود عيان موثوق بهم إذا أمكن وأدلة ظروفية لتحديد الأسباب في الأحداث الفردية دي اللي أنا ملاحظتهاش بس بحاول استنتجها طيب أنا هعمل تجربة هنعمل امتحان صغير لأحباءنا المشاهدين وعايزكم تتابعوني في الامتحان الصغير ده أنا حاطت قدامكم دلوقتي قوسين موجودين على الشاشة وبقول لكم إيه هو الجزء المفقود عايز كل واحد واحدة بيشاهدنا يفكر في ذهنه ويقول إيه هو الجزء المفقود خلاص عملنا كده تعالوا أوريكم الاحتمالات ممكن يكون كده دايرتين نقصين ممكن ممكن يكونوا دايرتين متقطعين ممكن ممكن يكون شكل ابتسامة ممكن ممكن يكون دايرة كاملة ممكن مش كده برضو ليه لأن أنا كل اللي وردهلكه في الوقت الحالي هو قوسين موجودين وفي مسافة بينهم طيب هم كانوا إيه في الماضي؟ الإجابة تقول لي لي مش ممكن أعرف لأن أنت معطناش معلومات الحقيقة ما كانش فيه أي شيء مفقود هم مرسومين كده من الأصل فشوفوا المثال البسيط دا حبيت أوضح به حاجة مهمة قوي اللي أنت شايفه دلوقتي مش ممكن تستنتج هو كان إيه إلا ما يكون عندك معلومات عنه فإنشوق الارتقاء بيقول لي إن إحنا كنا في الأصل خلية واحدة وابتدت تنقسم وعملتني وعملتك في مشاكل علمية في هذا كتير كتاب المقدس بيقول لي في البدء خلق الله السماوات والأرض إن فيه مصدر للخليقة وفيه الحياة والحياة دي ربنا عطه لنا فده الفرق بين العلم التشغيلي وعلم الأصول طيب إيه بقى نقطة البداية الدنيوية دي اللي خلت الناس تفكر إن الله مش موجود النقطة البداية الدنيوية بتعتمد على حاجتين مهمين قوي الحاجة الأولانية إن الطبيعة هي كل ما هو موجود ما فيش حاجة اسمها الله ما فيش حاجة اسمها روح كل حاجة هي المواد اللي موجودة الكيمويات اللي احنا المادة المادة بس فعشان توصل من المادة للحياة مش ممكن ما فيش النقلة دي العلم ما يقدرش يديني هذه النقلة بس هما بيفترضوا كده فبيقولوا إن الطبيعة هي كل ما هو موجود بيقولوا فيه تلت حاجات تاني مهمة إن كل شيء ممكن وينبغي أن يفسر بتلت حاجات بالوقت اديني ملايين السنين بالصدفة العشوائية ما فيش حد بيوجهها بالمرة هي صدفة بتعمل لي دراع بتعمل لي عين بتعمل لي ود بالصدفة وحاجة تانية إن قوانين الطبيعة اللي موجودة في العالم المادي هي اللي بتتحكم في تكوين الكائنات وكل حاجة تانية طيب شو الدليل شو البرهان ما فيش بس هي دي البدايات بتاعتهم ما دي تبتدي بقى نقطة البداية اللي فيها الاختلاف اللي هو عشان وضح اللي بيرفضه فكرة الخلق بس ضبط كده وده اللي بنسميها الديانة الإلحاد أو المذهب الطبيعي إنه عايز بس الطبيعة هي كل ما هو موجود وما فيش حاجة اسمها الله وما فيش حاجة اسمها خليقة خلق يعني وكل الموجود ده هو اللي بيكون نفسه بالصدفة يعني فبيحكم على كل الأشياء اللي بيشوفها في العين بالزبط أو باللمس أو بالحس بالزبط بالحواس الخمسة بالحواس الخمسة بس هل تفتكر الترابيزة اللي قدامنا دي كوينت نفسها بنفسها؟ مش ممكن لإني لازم يكون فيه مهندس صنعها لكن هم بيرفضوا ده بالمرة فبيقول التليفون بكل تعقيداته ده تخيل هل ده ممكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل لكن فيه قوانين موجودة فيه جواه طبعا اللي خلت الجماعة المهندسين يفهمه ازاي يمشوا السيستم بتاعه عشان يلقطل الموجات واسمع منه وهكذا فده المذهب الطبيعي لو مشينا في المذهب الطبيعي هنوصل للإلحاد نقول ما فيش ربنا بس المذهب الطبيعي مش بيفسر الكون وما يقدرش يفسر الكون تعال نشوف كل واحدة منهم بالتفصيل ناخد فكرة الزمن يقولك إيه؟ اديني ملايين السنين وبالتكرار وبالأخطاء هيوصل للحاجة الصح كيف يفحص السنين والزمن؟ بالزبط دي مشكلة يعني إذا بقوله عن كربون 14 بيفحص مثلا لا في السنين يعني أبو عشر أو أربعة عشر ألف سنة بالزبط كده الكربون المشاهد عبارة عن إيه؟ الكربون أساساً هو إتناشر الكربون مشاعر 14 ففيه اتنين بروتونز مش سابتين فبيفقد إشعاعات فيتحول من كربون 14 لنيتورجين 14 في حاجة اسمها نصف العمر يعني لو عندي كيلو كربون 14 بعد زمن معين يبقى نص كيلو الزمن ده اسمه نصف العمر ده 5730 سنة في كربون المشاعر فيحسبوا به الأمور ده طبعا محاضرة كاملة مش هدخل فيها دلوقتي لكن نرجع للزمن ففي الصورة اللي قدامنا فيه خلية واحدة وهاي بتنتهي بشكل زئب أو كلب لو حطيت عطتني زمن زي ما انت عايز ملايين السنين مش ممكن الخلية دي أنا عم بتفرج على آه الصورة هيشوفوها على ياس مش ممكن تحط احنا حطينا ساعة زمنية علشان نوري اديني ملايين السنين عمر ما الخلية دي هتطلع لي العين ولا الفروة ولا العظم بتاع الكلب ولا الأسنان بتاعته ولا السمع بتاعه والودان ولا الديل بتاعه مش هتطلع لي حاجة خالص اديني زي ملايين السنين زي ما انت عايز وعلى فكرة فكرة ملايين السنين نشأت في الجيولوجيا قبل ما تطلع في علم الأحياء هنتكلم عن ده لما نتكلم عن دهارون بالتفصيل فالزمن لوحده ما يقدرش يخلق ايه اللي محتاجينه عشان يخلق يحتاج معلومات الخلية دي محتاجة معلومات تضاف إليها في الـ DNA بتاعها علشان تطلع شفرة وراثية تقول لي اعمل العين اعمل العظم تمام ففي مركز معلومات مركز المعلومات بيطلع إشارات عشان تصنع ايه اللي مطلوب كأنه مصنع كبير قوي والإدارة المركزية بتاعته بيطلع إشارة عشان أطلع الـ product ده المنتج ده فالخلية دي عمرها ما هتبقى شكل الكلب اللي احنا شايفينه على الصورة ده إلا لما تضف لها معلومات والمعلومات تنشأ من معلومات المعلومات لا تنشأ من المادة وده حاجة معروفة جدا في علم الفيزياء إن المعلومات تنشأ من ذكاء لأن المعلومات ما تتوزنش يعني ايه يعني لو جبت C.D. Rom عليه الـ Encyclopedia Britannica معلومة موسوعة المعلومات البريطانية وC.D. Rom فاضي ووزنتهم هتطلع وزنهم زي بعض بس واحدة عليها معلومات كثيرة لأن المعلومات مش مادة بس ده قضية تانية بس أنا بس بحاول أؤكد كل خطوة بنعدي فيها عشان تبقى واضحة تعال نشوف شوية أمثلة لو شفنا منظر الصخرة دي وقعها وشوية أعشاب طلع حواليها نقول ده ناتج الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة إنه وقعت بالصدفة وعملت الشكل ده لو رحنا جبل راشمور في أمريكا وشفنا نحت لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الصادقين في الصخر هل ممكن أقف قدام المنظر ده وقولي شوف الرياح والمطرة والزمن الطويل عملت الأشكال دي مستحيل لأن دي فيها زكاء فيها حاجة عملت فيها مصنع تمام فالمادة وحدها ما تقدرش تعمل ده لازم يكون فيه مصنع لازم يكون فيه أركيتكت واحد يعمل الكلام اللي احنا بنشوفه ده لكن برضو من ناحية تاني مثلا بتشوف في أماكن عديدة في العالم مش فكرة الذكاء يعني مثل ما بتشوف هاي المنحوط في الصخر واضح أنه ده عمل إنسان أو اختراع إنسان بس مثلا بتشوف الإيروجين مثلا بتشوف جبال بتشوف طبقات بتشوف كده هذا كله عوامل طبيعة المي والهوى بالضبط وده اللي شرحناه في الصورة السابقة أنه فيه صخرة واقعة وفيه ده بالزمن والصدفة وقوانين الطبيعة فمرات ما بيربته هذا الموضوع في موضوع الاختراع لا فيه فرق بقى كبير قوي إنما شوف الإيروجين اللي هو التأكلات وكده ده الطبيعة المية لها قوة وعملت لها الأشكال الحلو الجميل وعملت هذه الأشكال الأشكال ده منتج من منتج الطبيعة بس لكن لما تشوف رسم نحت بتاع شكل واحد رئيس انت عارفه وهو منحوط ده محتاج زكاء ده لا يمكن يكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة أنا حاطت الرسمة دي قدامنا دي اسمها الأحماض الأمينية الأمينوأسيت مش هندخل فيها في التفصيل لكن فيها كربون وفيها نيتروجين وفيها هيدروجين وفيها أكسوجين فهما بيقولوا إيه؟ إنه الهايدروجين والنيتروجين وكده مش هنقولهم إزاي اتعامله هيقولوا أنهم موجودين ما هنبتدي بالنقطة دي مش مشكلة بيقولوا أنهم جمب الصدفة وعملوا الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية دي تجمعت وعملت البروتينات والبروتينات عملت الخلية الخلية دي فيها النواة وفيها السايتو بلازم وفيها غشاء علشان ده كله يحصل ده محتاج معجزة مش محتاج بالصدفة الصدفة ما تقدرش تعمل الكلام اللي أنا حكيته ده والأحماض الأمينية دي طلعت شمال ويمين والشمال هو بس اللي شغال في جسمنا اليمين لو موجود ما يشتغلش زي إداية كده هم متطبقين لكنهم مختلفين كمان تمام لان فيش مال وفي مين فهحط مثال دلوقتي للإنسولين اللي في جسمنا إنسولين ده مهم قوي علشان يحرق الجلوكوز علشان يطلع الطاقة فالصورة اللي قدامنا بتورينا الرسمة الكيموية للإنسولين وهو عبارة عن سلسلتين من الأحماض الأمينية دي اللي اتكلمنا عنها وفيه حاجة تانية اللي انتوا شايفينها باللون الباهد ده دي اسمها سي بيبتايد يعني حاجة بتربطهم مع بعض الهرمون ده عشان يشتغل في حوالي ميت حمض أميني مية لو واحد جام كان واحد يعني لو نمرت 95 جام كان 94 و94 جام كان 95 كل الموضوع ما يشتغلش تمام؟ هل ممكن الصدفة ترتب لي ميت حمض أميني بالصدفة ويطلعوا صح ويشتغلوا من أول يوم عشان يحرق ليه الجلوكوز؟ مستحيل فعلا مستحيل فالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ما تقدرش تعمل الخليقة وده مثال بسيط جدا الهيموجلوبين اللي في جسمنا ده حوالي 500 وشوية من الأحماض الأمينية هل ممكن دول كلهم يحصلوا بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل وبعد المشكلة كان قاتي كمان أني لو حمض أميني جام كان واحد تاني مش هيشتغل زي مثلا لو بنبعث الإيميل البريد الإلكتروني لو حطيت حرف واحد غلط وبقية 99% منه صح مش هتوصل الرسالة على بعضها تمام؟ مش مسألة أني بس واحد بس إيه يعني؟ لا هتفرق فده في جسمنا بقى على مركبات كتيرة مستحيل يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة مثل ما بقول الكتاب أني متزت عجبا بالزبط كده ولو دخلنا بقى في تفصيلات الجسم الإنسان وأنا عندي محاضرة كاملة عن الموضوع ده أو قلدة محاضرات أكتشولي إزاي العضلات بتاعتنا بتشتغل وإزاي إحنا ما بنمشي على رجلين اتنين غير لما نمشي على أربعة والتغيرات اللي تحصل في مفصل الرجبة وفي مفصل الفخد وفي العمود الفقري وفي الاتزان اللي في الودن وفي السيربيلم المخيخ يعني إزاي ده كله يحصل بالصدفة والزمن وقوانين طبيعة فمبدأ الإلحاد لا يتفق مع العلم أقصد بكده العلم التشغيلي اللي يتفق مع الكتاب المقدس اللي بيعلن إن فيه إله خلق يعني بنفس السيف اللي بيحاولوا يستلوه هو نفس السيف اللي بيطعنهم بالزبط لأنه ما فيش الإثباتات ولا الأدل ليه خالص خالص بس القضية لازم نفهم الفرق بين العلم التشغيلي وعلم الأصول عشان كده نحاس المحاضرة دي مهمة جدا 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 لأن لو فهمنا العلم التشغيلي ده يتفق مع الكتاب المقدس تماما علم الأصول عندنا اختلاف شاسع بينهم لأن نقطة البداية بتاعتهم بتتكلم عن الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة إحنا بنقول لا فيه الله الخالق أكيد فبيل جيتس بس هقول الرقم ده بيل جيتس ده الراجل اللي عمل الكمبيوترز العظيم ده اللي كلنا مستفدين منه بيقول الحمد النووي اللي احنا تكلمنا عنه ده يشبه برامج الكمبيوتر الدقيقة لكنه أكثر تعقيدا من أي شيء استطعنا تصميمه فالراجل ده بيقول لنا إنه الحمد النووي اللي في جسمناه وعندنا ملايين منه ملايين وطبعا الكمبيوتر لا يصنع نفسه بالزبط بالزبط طيب نحن نكمل يا دكتور بس برضو كمان بحب أعطي فرصة للمشاهدين يمكن محتاجة تشوف الحلقة مرة تانية عشان تدرك هذه المعلمات القيمة والفعلا مفيدة جدا بتخليك يعني إذا أي شيء على الأقل تشكر وتمجد وتسبح هذا الإله العظيم الإله الخالق ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في هذه الحلقة اللي هي من سلسلة حلقات أحقا قال الله وطبعا حديثنا في هذه الحلقة كان عن العلم الحديث والكتاب المقدس هل هناك أي تعارض وشفنا من دكتور ناجي اسكندر يعني كلمتنا عن النقطة الدنيوية وأن هذه النقطة بتعتمد على إيش مرة تانية المادة هي كل شيء الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تفسر كل شيء وشفنا أنها ما تقدرش تفسر طالما أنه في نقطة الدنيوية اللي هو المادة خلينا نرجع هل في نقطة بداية كتابية الكتاب المقدس طبعا في نقطة بداية كتابية تعال بقى نشوف إيه صفات النقطة دي زي ما شفنا نقطة البداية الإلحادية فنقطة البداية الكتابية بتقول أن الله سرمدي يعني مالوش بداية ومالوش نهاية لأنه مش محكوم بالزمن لأنه مش جزء من الكرة الأرضية اللي فيها مبارح والنهاردة وبكرة طب ما بقوله لك أثبت لي أثبت لك بسهولة جدا أنه علشان تخلق الزمن لازم تكون برى الزمن أنا عشان أكتب كتاب لازم أكون برى الكتاب واللي أنا بكتبه مش الحروف دي هي اللي عملاني ده أنا اللي عاملها تمام وقوانين اللغة اللي بتستخدمها مش هي اللي خلقتني أنا اللي تخلقته باستخدم القوانين دي فالإثبات هو أني الله خارج الزمن عشان يعطي حياة فالله سرمدي مالوش بداية ومالوش نهاية إحنا محكومين بالزمن لأننا جزء من الكرة الأرضية ودورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس فأول جزء زي ما احنا شايفين على الشاشة أن الله سرمدي وزي ما حضرتك قلت في حلقة سابقة أن الكتاب المقدس مش بيثبت أن الله موجود بيبتدي بحقيقة أن الله موجود حتمية حتمية وجود الله الله سرمدي وأنه إله صالح مش مصدر للشر وأنه عليم بكل شيء فعلم الله غير محدود لأن احنا مرات بنقيس علم الله بالمعلومات اللي عندنا ونقول لا ده ما يقدرش يخلق في يوم الله بيخلق بكلمة قدرته نعم به كان كل شيء كن فيكون بالزبط كن فيكون مش محتاج إلى أنه يبقى فيه بروسيدور أو مصنع عملية إجرائية أنه قدير وقدوس وموجود وهو خلق كل شيء دي البداية الكتابية في البدء خلق الله السموات والأرض وقاررنا ده بالبداية الإلحادية أنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللاشيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء فدي نقطة اللي احنا بنبتدي بيها نحن نعتز بالكتاب المقدس وبنقول إن دي نقطة بدايتنا أمين الملحد عنده نقطة بداية برضو وهي الزمن والصدفة وقوانين طبيعة بيها مش بيقدر يفسر الكون احنا عندنا نقطة بداية كتابية بيها نقدر نفسر الكون نقول الكتاب يعني احنا بنحكي عن إعلان الإلهي بالزبط كيف كيف الله أعلن إلنا من خلال الكلمة لأنه الكتاب المقدس كتب بروح الله القدوس لناس مسوقين مقادين بالروح القدوس عشان يسجلوا ده لأن أحداث الخلق ما كانش في حد موجود يشوفها لكن الله أعلنها لآدم وآدم أعطاها للأجيال اللي بعده لحد ما وصلت موسى والرب وثقها لموسى على الجبل لما أعطاله الشريعة الحاجة الثانية منقول أن الكتاب المقدس احنا كلمنا عن الله أنه هو سرمدي جزء الثاني اللي احنا تكلمنا فيه بس هأكده هنا الكتاب المقدس هو كلمة الله الكاملة تعلن الحقائق الأساسية عن أصول الأشياء والتاريخ لفهم الخليقة فهما صحيحا معنى إيه الكلام ده؟ معنى أن الكتاب المقدس ما تكتبش عشان يكون كتاب علم بمعنى لو عايز أحل مسألة رياضة أفتح سفر إشعياء مش هلاقي الحل وهي مش مكتوبة عشان كده خالص لكن ما يذكره الكتاب المقدس عن العلم أو عن التاريخ فهو حقيقي بكل حاجة يعني الكتاب ليس كتاب تاريخ ولكن كل ما كتب تاريخيا من خلال الاكتشافات والحفريات أكدت صحة كتاب الكتاب المقدس مش كتاب علمي يعني عندك كتالوج عم تقرأ معلومات علمية لكن كل الحاجات العلمية المكتوبة أو المذكورة في الكتاب لم تناقد ما هو مكتوب بالزبط للعلم التشغيلي العلم التجريبي بالزبط تناقد إيه؟ تناقد العلم الافتراضي بتاع العلم الأصول اللي هما بديين بنقطة الحادية أو نقطة المذهب المادي المادي ده اللي بيقول قاعد بدون أساس بالزبط لأن أساسهم هو أنه ما فيش الله إحنا أساسنا أن الله موجود وأعلن عن نفسه في الكتاب المقدس أكيد فده الفرق الشاسع بين الاثنين أعايز بس أقول لك شوية حاجات مثلا في الحضارات المختلفة لو وصلت الحضارة اللي هي بتاعة الشرق الأقصى تقول لهم إزاي العالم ماشي ممسوك إزاي يقول لك ممسوك على أربع أفيال تقول لهم طب الأفيال دي ممسوك على إيه؟ بيقول لك على ظهر سلحفة أف بس ده الفكر اللي هو الإنساني عن العالم تمام طيب نسيب الحضارة دي ونروح لحضارة تانية الأغريق الأغريق دول حضارة عظيمة ولازمنا بنستخدم فلسفاتهم لحد الوقت تقول لهم العالم إزاي متشال يقول لك متشال على ظهر أطلس عشان كده عندنا الأطالس الخرائط لما تيجي للكتاب المقدس ما تلاقيش أي خرافات مصنعة ما تلاقيش كلام زي كده خالص لأننا لم نتبع خرافات مصنعة بالزبط رسول بولو إبوترس بيقول الكلام ده لكن كتاب المقدس في سفر أيوب ولازم نعرف أن ده سفر شعري فلازم نكون حذرين جدا في استخدامه كأسلوب علمي بيقول يعلق الأرض على لا شيء مش معنى أن أنا قريت الآية دي فاكتشفت الجاذبية الأرضية لا أه ما بنقولش كده بالمرة وما بنقولش اكتشفنا كروية الأرض من الكتاب المقدس لا إحنا اكتشفناها بالعلم التجريبي لكن الكتاب المقدس في وقت أيوب وده من الأصفار القديمة جدا زي ما حضرتك عارف بيقول يعلق الأرض على لا شيء لو أنا قاعد مع أيوب أقوله إزاي ده كلام برضو معقول يعني لو مسكت الكتاب ده أهو مش معلق على لا شيء سبته هيقع فالأرض دي كلها معلقة على لا شيء مش منطقي بالعلم اللي كان موجود أيام أيوب تمام لكن بيقول يعلق الأرض على لا شيء الآية دي لازم نفهمها أنها طبعا موجودة بالشعر وأنه ممكن من المعنى الرمزي فيها قائم جدا جدا لكن مش عايزة أستخدم الكتاب المقدس عشان أطلع به حقائق علمية تجريبية حقائق العلمية التجريبية أجربها في المعمل أه بس ما كانش يعني تلسكوب وما كانش أي يعني فكره مع الفضاء أه فكره مع الفضاء أنه كون يقول هذه العبارة بالزبط أنه هي مش خطأ آه بالعكس ده هي صح أنا اللي عايزة أقوله أنها صح جدا في الزمن بتاعها ولازالت صحة في الزمن بتاعنا أكيد ده اللي عايزة أوصله بس اللي عايزة أقوله أني مش عايزة أستخدم الكتاب المقدس علشان يطلع لي حقائق أقدر أكتشفها بالعلم مش عاوزين الكتاب يكون بازل عاوزين بتحل إشكلات ده اللي عايزة أوصله لكن عايزة أقوله أن أي حاجة ألها الكتاب المقدس فهي صادقة فسأل في تكوين واحد في الخلق الله لما خلق كلمة محورية جدا كأجناسها وهاشرح الكلمة دي فمسأل تكوين واحد عدد 21 وعدد 25 بيقول فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه وراء الله ذلك أنه حسن فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها وراء الله ذلك أنه حسن كلمة كأجناسها تكررت عشر مرات في الأصحاح الأول من سفر التكوين وده يورينا دقة الكتاب المقدس وده من ألاف السنين بالزبط ولازم نحترم الكتاب المقدس إحنا مش هنا عشان نؤديت الكتاب ونصلحه إحنا هنا لأنه مش محتاج تصليح على فكرة إحنا هنا علشان نقرأ ونفهم المكتوب لأنه الحق يحررنا كلمة أجناسها يعني إيه بقى زي ما قلت قبل كده لو فيه 200 نوع من الكلاب فيه حالي أكتر من 300 لو قلنا مثلا 300 نوع من الكلاب ربنا ما خلقش في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض 200 نوع من الكلاب خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحور إلى 200 و 300 نوع من الكلاب اللي بنقدر إحنا نصنعهم في المعامل وعايزين كلب شعر وما زالوا يصنعهم ولازالوا لازالوا ده اللي هو الانتخاب اللي بنعمله في المعامل ده علم تشغيلي لكن إحنا المعلومات دي لازم تكون موجودة في الأصل عشان نوظفها بنقى صفات عايزين الكلب ده وده نطويلة وصيرها رجلي مش عارف عايشك لها إيه شعروا إيه نعرف الصفات دي فين ونخلق مش نخلقها نجمعها في كائن لكن ولا مرة الكلب اتصار قطة أو فيل أو أسد أو أسد فدي فكرة كجنسه 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 فالصورة اللي قدامنا بتورينا المملكة الحيوانية وبعدين بتتقسم لفايلم يعني إيه فايلم يعني حاجات لها فقارات ولا فقارية وبعدين الكلاس وبعدين الأوردر وبعدين الفاميلي والجينيس اللي عايز أقوله إن كلمة كجنسه دي بتقع عند منطقة الأوردر أو الفاميلي يعني إيه في بعض الكائنات نقدر نشوف كجنسه الرأس بتاعها يكون في منطقة الأوردر ده أو في منطقة الفاميلي اللي عايز تفصيلات أكتر طبعا عندنا تفصيلات أكتر عندها لكن أنا بدي الفكرة العامة حاليا هل دي موجودة كمان في الكتاب؟ آه ذكرنا جزء منها بس يعني التفصيلات محتاجة حاجات أكتر من كده فاحنا عندنا دلوقتي خلاصة الحلقة الهامة دي إيه هو العلم وإيه هو الكتاب المقدس عرفنا العلم بإنه نوعين في العلم التشغيلي اللي هو العلم اللي بنعمله في المعمل ده كلنا متفقين عليه وما فيش أي خلاف وده يتم لأن فيه الله خالق هو اللي أعطى القوانين ووظفتنا إن إحنا نعرف القوانين دي من خلال التجارب فيه بقى العلم التاني اللي هو علم الأصول أو العلم التاريخي دي أحداث حصلت في الماضي ما أقدرش كرارها في الحاضر وبحاول أستنتج هي تعملت إزاي فيه نقطتين للبداية نقطة بداية الحادية بتقول المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة بتفسر كل شيء هي البداية الدنيوية الدنيوية وده أثبتنا إنها لا يمكن تفسر الحياة لا الخليقة ولا الإنسان ولا الكون لكن في الكتاب يقول فيه كانت الحياة بالتأكيد يعني فيه مصدر بالزبط وقال الله ليكن نور بالتأكيد لازم يكون فيه مصدر للحياة عشان يكون فيه حياة فعلشان ده يكون وأنه خارج خارج المادة خارج المادة وخارج نطاق الزمن بالزبط كده عشان كده قلنا الله سرمدي وأعلن في كتابه المقدس التطبيق العملي بقى يأسيس نزار على الكلام ده لو آدم في ماضية لو آدم خلق على سورة الله فالله هو اللي بيحط القوانين زي ما احنا شايفين على السورة لو آدم خلق من الله فالله هو اللي بيحط القوانين وزي يعيش والأسف كلنا كسرنا قوانين الله عشان كده احتجنا الفداء في يسوع المسيح لو الإرد هو اللي في ماضية لو أنا جاي من الجد التخيولي الأعظم ده اللي فرع تفرع للأرود والنسانيس وفرع تفرع للإنسان محدش بيحط القوانين فأنا لو تصرفت زي الإرد ما تزعلوش مني لأنه ده أهلي كده تمام فليها تطبيق فمكون عذر للإجرام بالزبط كده ما يبقاش فيه والعشوائية بالتأكيد علشان كده الموضوع مهم جدا يا أسيس نزار فإذا الله يعني إحنا بنتكلم على إله زكي بالزبط وعطانا الزكاء والمعرفة يعني بحط فينا من صفاته طبعا طور أنا كنت يعني عاوز أكمل بسؤال عن يعني هل الخلق الكتابي يتفق مع العلم الحديث بس إحنا حكينا شوي فيه وحكينا عن نقطة البدايات سواء الدنياوية أو الكتابية بس لازم نصل للشيء المحوري أو المركزي بالزبط كده وهذا اللي أنا عاوز أسمع منك تمام نتكلم عن الخلق الكتابي لأني للأسف عدد كبير ما بيراش الأصحاح الأول والتاني من سفر التكوين كويس مش بيعرف يعني أنا عايز أحط تحدي بكل محبة للأحباء اللي بيشاهدونا لو قلت لك في اليوم الثالث ربنا خلق إي أو في اليوم الخامس ربنا خلق إي يا طرح هتقدر تعرف أنا مش بتحدى أي حد وإنت بتتكلم موضوع الخلق يعني هل الأيام الستة كيف الله خلق بتمشي بطريقة منطقية مثلا كده ما ده بقى اللي عايزين نعمله دلوقتي آه أوكي طيب أنا ممكن عم بسبق الأحداث لا 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 من حقك من حقك في اليوم الأول عمل إيه رب عمل السماء والأرض والزمن والنور أوكي فدي شيء مهم آه في البدء خلق الله السماوات والأرض بعم بيوصف الأرض أنها كانت خاربة وخوية آه أوكي يعني هذا بيقودنا لسؤال تاني كتير اللي عم بيقولولنا أنه الزمن أو اليوم يعني ممكن يكون ملايين السنين آه لا هو الحقيقة ما ينفعش ليه لسبب واضح جدا لأنه في نهاية كل يوم من الأيام الستة معلش سامحنا أنا بحاول أحكي أنا إيماني أنه اليوم هو 24 ساعة وأنه الله مش محتاج ملايين السنين أنا عارف يقول كن فيكون أنا عارف إيمانك وأنا يعني بس أنا عم بجيب الأسئلة اللي فعلا حتى في ناس كتابيين ومؤمنين حلوين حلوين يعني مرة في واحد بهدلني أنت بتآمن فعلا أنه ما هو فيه في البدء خلق الله السماوات والأرض وعند تقدر تعطيها أزمني دي نظرية اسمها الجاب ثيري أو الفجوة والحقيقة أنا عامل جزء كبير قوي شرح الموضوع ده بالتفصيل بس أنا هلخص الكلام جدا في الجزء ده عشان تبقى واضحة لما يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخوية وعلى وجه الغمر زورمة وروح الرب يرف على وجه المياه الوو تعني العطف ولا تعني التتابع يعني إيمان في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت مش ثم أصبحت مظبوط حتى لغويا من ناحية عبرية بلشيط برا إلهيم إتها شمايم في إتها آردس في ها آردس هيتاتوه وفوه اللغة العبرية يس وده رائع طبعا حضرتك المتبحر في الأمور دي وده شيء جميل جدا ليه بقى؟ لإني الناس قالوا فكرة ملايين السنين نشأت في الجيولوجيا الأول هو عشان ينقذوا الكتاب المقدس يعني عشان الكتاب المقدس مش محتاج إنقاذ فهم قالوا إيه يبقى فيه فجوة زمنية ويقولك إن دي سقط فيها الشيطان وحصل تدمير للعالم القديم وبعدين الله خلق في ستة أيام ده اللي بيقولوه ويقولك ناخد بقى الحفريات والديناسورات هي الكلمة في العبر بتعني يعني فورملس يعني بدون شكل لأنه ما كانش فيها حياة الحياة بدأت في اليوم الخامس أكيد تمام فما كانش لها شكل وكانت محاطة بالميا ده يختلف عن فكرة العالم لما هندرس نشرية الانفجار العظيم بيقولك إنها كانت كتلة ملتهبة ده وضع مختلف تماما بس خليني أركز لك على حتة ملايين السنين اللي حاول يحطوها مع اعتراف سريع دكتور إنه معنا بس عشر دقايق ممكن في حلقات تانية نتكلم بالتفصيل لكن نشرح بس الستة أيام دولة فكانت ده كان وصفها إنه ما فيهاش حياة وما ينفعش نحط ملايين السنين بين عدد واحد واثنين حاول يحط ملايين السنين بين كل يوم والتاني يعني قالك أنا ليه أفسر الكتاب طالما ما فسرش الموضوع بالزبط ليه أنا بضيف عليه ما هو غلط كمان آه بالزبط هم ماخدين اللي هو العلم الافتراضي وبيحاول يحشروه في الكتاب المقدس عشان يساعدوا الكتاب آه هو مش محتاج مساعدة أكيد لأنك لما بتحشره بطبوز الدنيا هو وريك إزاي بطبوز الدنيا يعني تمام كل يوم بقى محكوم ليه بنقول 24 ساعة لأنه محكوم بمساء وصباح وبرقم في اللغة العبرية اللي تكتب بيها الكتاب المقدس لما يكون فيه مساء وصباح يعني 24 ساعة لما يكون مرتبط بيوم رقم 1 2 3 4 يبقى يوم وده القموس العبري اللي بيقول الكلام ده مشانا تمام فالموقف كالآتي النوم هم حاولوا يحطوا ملايين السنين وفقدوا اللغة اللي مكتوب بيها الكتاب المقدس ففي اليوم الأول ربنا خلق السماء والأرض اللي هو الاسبيس والأرض والوقت والنور في اليوم الثاني رب فصل المياه اللي كانت محيطة بالأرض لفوق والتحت وعمل الفضاء اللي هو فيه اللي هيحصل فيه النجوم والكواكب بعدين والذي فيه اللي هو الغلاف الجوي اللي حوالي الأرض في اليوم التالت الرب أمر الأرض أن تزهر لأن الأرض كانت مغطاة بمية فالرب أمر الأرض أن تزهر ومجتمع المياه دعاه بحارا تمام كانت الأرض على فكرة كانت كرة واحدة كل التكتونيك بليتس دي كانت مع بعض اسمها البنجية وبعدين اتقسمت هما بيقولوا في اليونيفرماتيريا أنه هو الوتيرة الوحدة ده في الجيولوجيا أنه خدت ملايين السنين عشان تفكم بعضها احنا بنقول لا في طفان نوح لما انفجرت يا نبيع الغمر العظيم كسرتها بسرعة وده برضو هنتكلم عنه بالتفصيل لما نتكلم عن الجيولوجيا إن شاء الله وعمل حاجة تاني خلق النباتات والنباتات مهمة أوينها تتخلق لأنها مصدر غزاء الإنسان قبل ما يخلق الإنسان والنباتات مفهاش نفس حية فالنباتات ممكن ناكلها كمصدر للطاقة فلما باكل نبات ده مش عملية قتل لأنه ما كانش فيه قتل قبل سقوط آدم ما كانش فيه موت لأنه موت النبات يختلف عن موت الحيوان فمثلا لو فيه شجرة ميتة أقدر أعود وأكل عليها ساندويتش لكن لو فيه حيوان نافق ميت ما أقدرش أعود جنبه وأكل الساندويتش بتاعي لأن ده كان فيه حياة فيه نفس حية نتكلم عن ده برضو بالتفصيل إذا ربنا أعطنا نتكلم عن كتير حاجات الموضوع يعني جميل جدا تغير تسكرت الطيارة تقعد يعني ده يشرفني الموضوع كالآتي يا أسيس نزار الحاجات دي فيه متهى الأهمية لأنها بتنعكس على حياتنا بتاعت كل يوم وعلى فاهمنا لله واللكلمة فاليوم الثالث حصلت حاجتين الرب أمر جيابسة أنها تظهر مجتمع المياه دعاه بحارا وخلق النباتات اليوم الرابع ده بقى مهمة قوي لأن الرب خلق النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل خلق الشمس والقمر والنجوم خلقهم في اليوم الرابع وهنا ناس كتيرة بقى تقولك إزاي ربنا خلق الشمس في اليوم الرابع وفيه ثلاث يام قبليهم ونبات يعني بده نور النبات اللي بده نور ده موجود في اليوم الثالث أصبر 24 ساعة هتلاقي الشمس فما فيش مشكلة لكن لو حطيت ملايين السنين بينهم هيبقى فيه مشكلة فأشوف لما بنحاول فإذا كتاب المقدس منطقة أكتر بالضبط فأنت بتحاول تحط حاجات من العالم عشان تفسر الكتاب بتعوك الدنيا بتبوز الدنيا تمام وبعد مصدر النور اللي ربنا عمله في اليوم الأول بيدي نفس الطاقة زي ما الشمس بتدي طاقة تمام يعني أنا بفكر بصف رؤية آخر شيء ويكون لهم نورا أبديا بالضبط كده يعني فهو المصدر اه والنور على فكرة يختلف عن الشمس بمعنى ايه النور ده عبارة عن فوتونز و ويفز يعني ايه جزيمات وموجة تمام فالشمس عبارة عن حكتين هيدروجين وهيليم لما الهيدروجين يجتمع مع بعضه ويعمل الهيليم تطلع الطاقة يطلع عن نور فهي مصدر النور لأنه فيه هي نفسها مش نور هي نفسها تفاعلات بتدي نور يعني احنا في الستوديو النور مش الشمس النور اللمبة اللي فوقينا دي صح تمام فالنور حاجة والشمس حاجة تانية الشمس مصدر للنور طبعا دلوقتي فالمهم ازاي ممكن يكون فيه أيام من غير ما تكون فيه شمس اللوم هو واحد واثنين وثلاثة اليوم بيحدد بدوران الأرض حوالين محورها دورة كاملة وده حصل من اليوم الأول كل يوم كل يوم السنة تتحدد من دوران الأرض حوالين الشمس فمش ممكن يعد سنوات إلا لما يحصل اليوم الرابع الشهر يتحسب من الأمر يلف حوالين الأرض دورة كاملة ده الشهر القمري تمام فمش ممكن يكون فيه شهور قبل اليوم الرابع لكن ممكن يكون فيه يوم واحد واثنين وثلاثة طبعا ممكن نشرح ده تاني بالتفصيل لا واضح وضحت الحمد لله نيجي لليوم الخامس حصل حاجتين الله خلق كل الكائنات اللي بتطير وكل الكائنات اللي في المية تمام ودي كائنات كتير قوي احنا كائنات المية لسه ما نعرفش عنها بالتفصيل كل حاجة عنها لسه بيكتشفها كتير والكائنات اللي بتطير ده اليوم الخامس اليوم السادس حصل به فرض وحاجتين الله خلق دبابات الأرض الحيوانات والوحوش اللي بتمشي على الأرض اللي بتدب على الأرض وخلق الإنسان بطريقة مميزة على صورة الله وشبهه فقادي خليقة الله الجميلة اللي مذكورة في الكتاب المقدس اللي تتماشى مع المنطق واللي هي عمل معجزي لازم نفهم انه ده عمل فوق الطبيعة ده عمل معجزي الله بس اللي يقدر يخلق احنا نقدر نصنع من الحاجات اللي هو عملها لنا تمام فلما نقول المسيح هو الخالق يس فهو طبعا هو اعتراف انه المسيح هو الله بالزبط لانه هو الكلمة والله خلق بالكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة طب لو عاوز نلم الموضوع على بعضه يا دكتور انا اسف لا لا اوه يمكن قدامك ثلاث دقائق لو عاوز تلم الموضوع كله على بعضه ايه اللي عاوز يعني يعني اللي عاوزين نوصله بوضوح انه فيه نقطتين للبداية فيه نقطة بداية دنيوية بتعتمد على الزمن والمادة وقوانين الطبيعة والصدفة دي ما تقدرش تفسر الحياة بالعلم ايه نوع من العلم العلم التشغيلي اللي احنا بنتشوفه في المعامل وبيعمله الملحد وبيعمله المؤمن بيطلع نفس النتائج نعم تمام فيه بداية تانية بداية كتابية تعتمد ان الله خارج الزمن والله له القدرة المطلقة انه بكلمة قدرته يأمر فيصير والله الخالق ده خلق الكون واعدوا للانسان فهو ما خلقتش الانسان في اليوم الاول خلقوا في اليوم السادس بعد ما أعدوا كل شيء لي كل شيء عشان يعيش في تناغم مع الطبيعة ونخلي بالنا طبعا من الطبيعة ونخلي بالنا من الرب لما حط آدم في الجنة ليعملها ويحرسها وانه تسلطوا على كل كل المملك الحيواني والتسلط ده معناها الرعاية مش الدكتاتورية فالمؤمن من اكثر الناس اللي هم جرين بمعنى انه يخلي باله من الطبيعة طبعا تمام فدي نقطة البداية الكتابية وهي تتفق منطقيا مع العقل ومع العلم ودي النقطة اللي نقدر نبدأ ميها عشان نشوف الله الخالق وبعدين نشوف الله الفادي ودي قصة الكتاب المقدس الخلق والسقوط أو الفساد الكارثة العالمية التشويش مجيء المسيح الصليب الاكتمال وهذا كله أساسيات الإيمانية كله مرتبط في بعضه بالزبط كده طيب رسالتك ولو لدقيقة دكتور إيه اللي عاوزة توصل رسالة؟ اللي عايزة توصله أنك أنت وانت شخص متميز أنت وانت معمول على صورة الله بكل ضعفاتنا وبكل صعبنا وكل اللي فينا أنت كل واحد ووحدة فينا لأنك أنت خلقت على صورة الله وشبهه لكن للأسف لما الله أعطانا حرية الإرادة كسرنا قوانينه واسمعنا كلام الشيطان اللي حط الشك في قلوبنا أحقا قال الله وكذب الله وحاولنا إحنا نصدقه لن تموتاه معنى الرب قال موتا تموت عشان كده كتاب المقدس بيقدم لنا حاجة رائعة جدا بيقدم لنا الله الخالق والله الفادي في يسوع المسيح اللي مات وقام عشان يعطينا حياة ودعوتي ليك وليكي أنكم تقبل الفادي وتعيش في علاقة شخصية مع الله الخالق هنا على الأرض وهناك في الأبدية VIP أنا فكرتها بس طلعت بس طلعت بس طلعت أكيد الله بحب الجميع دكتور مش عارف كيف بدي أشكرك بس كمان إلنا حلقات أخرى بنعمة الرب والشيء الجميل والمذهل الترابط العجيب في الكتاب المقدس وهذا اندل على شيء بدل أنه مصدره مصدر إلهي وإعلانه هو إعلان إلهي وهذا ما يميز المسيحية عن سائر الأديان إخوتي وأخواتي سمعنا دكتور ناجي وفعلا مثل ما ذكرت أنه أنا بالنسبة إلي يعني أكثر منطقيا وعقليا أنه أؤمن بما يقول الكتاب المقدس من من التخبط في مجاهل الظلمة وأنا بصلي الموضوع هو مش موضوع علم ولا موضوع فتح عيون استنارة الذهن وكل ما عليك أنك أنت فعلا بطوضع تقوله يا رب اكشف عن عيني اكشف يعني يلمس ذهني افتح عيني افتح قلبي ولما بيفتح عينيك وبيفتح قلبك لابد أنك تشوف الحق وهذا الحق هو من خلال يسوع المسيح بصلي أنك تتوجه رب على حياتك ورح تشوف أمور مذهلة وعظيمة جدا الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر